اشتركوا في القناة سعادة المستشار في نشرة ثالثة بداية نتحدث عن مرحلة التشريع لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية بالود أن نتعرف على آلية التقديم لطلبات الترشيح مرحبا ومسي عليك وعلى أستاذ المشاهدين بالخير وأشكركم على هذه الاستطافة وتصريط الضوء على مرحلة مهمة من مراحل العملية الانتخابية وهي مرحلة الترشيح لمجلس النواب أو لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية طبعا مرحلة الترشيح تعتبر ثالث المحطات الرئيسية بالنسبة للعملية الانتخابية ابتداء من صدور الأمر الملكي السامي بشأن تحديد معادة الانتخاب والترشيح تلاها بعد ذلك مرحلة جداول الناخبين والآن نحن مقبلين على مرحلة الترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية التي ستبدأ بإذن الله من يوم قد الأربعاء الموافق 5 أكتوبر وهو اليوم المقرر لفتح باب الترشيح ورح تستمر هذه المرحلة لغاية يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر بالنسبة لآلية تقديم طلبات الترشيح فتقدم هذه الطلبات إلى اللجنة الإشرافية تابعة لها الدائرة الانتخابية المرشح على الاستمارة المخصصة للترشيح ويرفق بهذه الاستمارة كافة المستدنات المطلوبة على سبيل مثال نسخة من جواز السفر نسخة من بطاقة الهوية الصور الشخصية الإيصال الذي يفيد إيداع مبلغ الترشيح بالإضافة إلى بعض المستندات الأخرى وهذه الاستمارة التي هي استمارة طلب الترشيح بالإضافة إلى كافة المستندات التي يجب أن ترافقها من الممكن للطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني الانتخابات سعدت المستشار هناك تسهيلات طبعا أعلنت عنها الإدارة التنفيذية للرغبين في الترشح ولكن ممن هم مصابين بفيروس كورونا بالود أن نتعرف على هذه الإجرات طبعا اللجنة العليا والإدارة التنفيذية للانتخابات حريصين كل الحرص على إزاحة جميع العقبات التي من الممكن أنها تحول دون مباشرة أي من المواطنين لحقوقه الدستورية وبالتالي أقرت منذ بدء العملية الانتخابية العديد من التسهيلات وكان آخرها وضع آلية خاصة للرغبين في الترشح من المصابين بفيروس كورونا تتمثل هذه الإجراءات في غيام الراغب بالترشح بملء الاستمارة المخصصة للترشيح والموجودة على الموقع الإلكتروني الانتخابات وإرفاق كافة المستندات المطلوبة والاتصال بالخط الساخن على الرقم 772-77277 لحجز موعد مع اللجنة الإشرافية التابعة لدائرة الانتخابية بيقوم موظف الخط الساخن بأخذ كافة البيانات المطلوبة من المترشح وإيصالها إلى اللجنة الإشرافية التي ستقوم بدورها بتحديد موعد للمرشح لحضور مقر اللجنة الإشرافية وبالتالي إبلاقه بهذا الموعد وعند حضور المرشح إلى مقر اللجنة الإشرافية سيتم استقباله من قبل أحد أعضاء اللجنة الإشرافية للتحق من هويته وإبداء رقبته في الترشح واستلام الاستمارة منه وهذه الأمور كلها بالإضافة إلى أنه بيكون هناك إمكانية دفع مبلغ الترشيح في مقر اللجنة الإشرافية في حال عدم قيام المرشح بسداد هذا المبلغ مسبقا في وزارة العدل والشؤون الإسلامي والأوقاف أو لدى البلدية المختصة سادة المستشار كيف يمكن للمرشح معرفة أنه تم قبولها أم لا ومتى سيتم عرض كشوف المرشحين طيب خلينا نبين هذه الإجراءات بشكل واضح مفصل باعتبارها من أهم الإجراءات بداية الفترة مثل ما قلنا في البداية من 5 إلى 9 أكتوبر هي فترة تلقي طلبات الترشيح وستغوم اللجنة الإشرافية فور البت في طلب الترشيح بإرسال رسالة نصية للمرشح سواء كان ذلك بالقبول أو الرفض بعد ذلك سيتم عرض كشوف المرشحين لمدة ثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشح اللي هي راح تكون تاريخ 10، 11 و 12 أكتوبر وهي العرض راح يكون في مقار اللجنة الإشرافية في المحافظات الأربع وممكن من كذلك اطلاع عليهم من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات نعم خلال هذه الفترة اللي هي من تاريخ 10 إلى تاريخ 12 يحق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في كشوف المرشحين أن يطلب من اللجنة الإشرافية إدراج اسمه ضمن هذه الكشوف أو الاعتراض على اسم أي مرشح ورد في هذه الكشوف بمعنى أن فترة تقديم هذه الطلبات والاعتراضات لا تكون من تاريخ استلام الرسالة النصية ابتداء بشأن قبول طلب الترشيح من عدمه بل تكون خلال فترة عرض كشوف الناخبين اللي هي من تاريخ 10 ولغاية 12 أكتوبر بعد ذلك تقوم اللجنة الإشرافية بالفصل في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها ويعتبر عدم صدور اللجنة الإشرافية لقرارها خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بالراض ويحق لكل من رفض طلبه أو اعتراضه أنه يطعن أمام المحكمة المختصة التي ستكون محكمة الاستئناف العليا المدنية وذلك خلال ثلاثة أيام من صدور قرار اللجنة بالرفض إذا كان الرفض صريح أو خلال ثلاثة أيام من انقضاء المدة المقررة لللجنة للبت في الطلب دون أن تصدر قرارها وهو ما قلنا أنه هو الرفض ضمني وطبعا المحكمة ستفصل خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوة بحكم نهائي غير قابل الطعن عليه نتمنى التوفيق للمرشحين خدمة أكيد لهذا الوطن المستشار المساعد إبراهيم سامي البصميت عضو هيئة التشريع والرأي القانوني شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا شكرا لكم